بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد أن حاز أردغان على أنه الزعيم الأكثر شعبية في العالم العربي يأتي سؤال مهم ما هو مستقبل العلاقات المتصاعدة بين تركيا والعالم العربي لمتابعة هذا الموضوع المهم والذي له انعكاسات وتداعيات كبيرة على مستقبل المنطقة العربية والإسلامية أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد كان لدى العالم العربي علاقة متقلبة مع تركيا منذ الحرب العالمية الأولى لكن في الفترة الأخيرة كانت هناك موجة من التعاون السياسي وحل النزاعات كانت آخر مرة قاتل فيها الأتراك والعرب جنبا إلى جنب علامة على نهاية الوحدة في ظل الإمبراطورية العثمانية وبعد المعارك الأخيرة في الحرب العالمية الأولى في صحراء ليبيا وحتى نهر دجلة في العراق ومضيخ الدردنيل في تركيا حدث انفصال بين الأتراك والعرب تبع ذلك تاريخ كتبته نخب مؤيدة للغرب لسرد الخلاف بين كليهما من خلال الإشارة إلى القرارات السياسية لمجموعات الأقليات داخل كلا المجتمعين قيل للأتراك إن العرب خانوكم وقيل للعرب إن الأتراك استعمروكم ورغم جهود النخب العلمانية دخل الجانبان مرحلة تاريخية استعيدت خلالها الصلاة وبنيت علاقات جيدة على حد تعبير أهالي إدلب السورية كانت قبورنا في الدردنيل متجاورة والآن يختلط دمنا في إدلب نحن إخوة في الدم جاءت هذه التصريحات في أعقاب مقتل 33 جنديا تركيا في إدلب نشروا في المنطقة من أجل حماية ما يزيد عن 3 مليون و300 مليون عربي من المذابح التي على يد نظام الأسد وروسيا وإيران بدأ التحالف عام 2016 عندما أطلق الأتراك والعرب من قوى المعارضة السورية عملية عسكرية مشتركة للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي في شمالي سوريا وأعقبتها عمليتان عسكريتان مشتركتان أخريان ضد عناصر بيدي الإرهابية في شمالي غرب وشمالي شرق سوريا وألحقت الجماعتان الإرهابيتان الضرر بالأمتين وهددت كلتيهما على حد سوى تعرض العرب للهجوم والتشريد والقتل والتعذيب من قبل داعش ووحدات بيديه وكان الأتراك أهدافا للقصف والهجمات وفي جميع الأعمال العسكرية قدمت القوات العسكرية المسلحة التركية والجيش الوطني السوري تضحيات جسيمة لضمان سلامة المدنيين مثلا في ليبيا وعلى غرار المعركة ضد القوة الاستعمارية الإيطالية اتحد الأتراك والعرب مرة أخرى وحققوا نصرا عسكريا في ذلك الوقت كان الأب المؤسس للجمهورية التركية ينظم المقاومة ضد الإيطاليين إبان احتلالهم لليبيا وبعد أكثر من مئة عام كان الأتراك مرة أخرى ينظمون المقاومة في ليبيا ضد أمير الحرب خليفة حفتر المدعوم من تحالف دولي لكن التحالف التركي العربي أثبت قدرته على الانتصار في الحرب وفتح الطريق أمام عملية السلام السياسي في ليبيا علاوة على ذلك اضطلع الأتراك بدور أساسي في ضمان استقلال قطر من خلال نشر قوات عسكرية في الدوحة وفي ذلك الوقت تكهن الكثيرون بأن نشر القوات التركية حال دون استلاء عسكري أو اسقاط للحكومة القطرية على أيدي قوات أجنبية تمثل التجارب في سوريا وليبيا وقطر تغييرا تاريخيا في العلاقات التركية العربية لقد تعلم الطرفان الثقة ببعضهم البعض وتوحيد قواهما في اللحظات الحاسمة ويمكن القول أن هذه الديناميكية الجديدة ليست القوة الصلبة أكثر قيمة من شعبية تركيا في الدول العربية أو العكس لكن على هذه الجبهة أيضا يستمر الاصطفاف التاريخي في التنامي ووفقا لاستطلاع البروميتر العربي وهي شبكة أبحاث اجتماعية وسياسية واقتصادية يظل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئيس الأكثر شعبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وعند سؤالهم عن رأيهم في السياسة الخارجية لتركيا من بين الدول الست التي شملها الاستطلاع وهي المغرب والأردن والجزائر وتونس وليبيا ولبنان قال 42% من المشاركين أنه كانت جيدة أو جيدة جدا وعلى عكس تركيا لا تنظر الكثير من الدول العربية التي شملها الاستطلاع إلى النفوذ الإيراني في المنطقة بشكل إيجابي فقد أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة القبس اليومية أن 64 من الكويتيين اختاروا أردوغان كزعيم أجنبي مفضل لديهم ووفقا لاستطلاع أجرته شبكة بي بي سي لشبكة أبحاث البروميتر العربي فإن 51% من سكان الشرق الأوسط ينظرون إلى أردوغان بشكل إيجابي تركيا هي موطن لأربعة ملايين لاجئ ومعظم هؤلاء اللاجئين هم من العرب من سوريا والعراق وأصبحت إسطنبول ملجأا للعديد من الجاليات العربية ومركزا للمثقفين العرب أنشأت العديد من المنظمات غير الحكومية العربية والمنصات الإعلامية ومراكز الفكر والمراكز التعليمية في إسطنبول وأصبحت العاصمة التركية القديمة عاصمة المنفى الجديد للعرب عندما يتعلق الأمر بالخطاب المعادي لتركيا الصادر من بعض الحكومات العربية ينبغي للمرء أن يتعامل مع الأمر بحذر على سبيل المثال لا ينبغي اعتبار رأي دولة الإمارات التي لا تضم أكثر من مليون وحاجة بسيطة إماراتي 11.5% فقط من إجمال عدد سكانها ممثلا لجميع العرب إن موقف أنقرة من فلسطين ودعمها للديمقراطية له صدى لدى الجمهور العربي وأظهر استطلاع أجراه مؤشر الرأي العربي أن ما يقرب من 60% من المشاركين العرب في الاستطلاع أشاروا إلى موافقتهم على الطريقة التي تدير بها تركيا سياستها الخارجية في الشرق الأوسط من ليبيا إلى سوريا وفلسطين ورغم الانتقادات المستمرة للسياسة الخارجية التركية من بعض الدول العربية والتي يقودها المستبدون منذ فترة طويلة كما هو الحال في سوريا ودولة الإمارات على سبيل المثال يظهر القوى الشعبية أنهم يختلفون مع قيادات بلدانهم أصبح هذا الضعف في التمثيل واضحا عندما فشل المسلسل التلفزيوني ممالك النار الذي تبلغ تكلفته 40 مليون دولار والذي أنتج من أجل بث كراهية الأتراك بشكل مذهل في الحصول على نسب مشاهدة على عكس من ذلك من بين العديد من المسلسلات التركية الأخرى التي حققت الدراما التاريخية التركية أرطغل نجاحا هائلا في العالم العربي بذلك متابعين الأعزاء نكون قد وصلنا مع حضراتكم إلى نهاية هذا الموضوع والذي تحدثنا فيه عن العلاقات المتصاعدة بين تركيا والعالم العربي إلى أين تتجه أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته